نائب رئيس مقاطعة مغوغة يضرب موظفا طلب عدد من المستشارين بمقاطعة مغوغة رئيسها بتقديم توضيحات وشرح ما يحدث داخل مقاطعته بعدما تسربت أنباء عن أحداث غير طبيعية شهدتها مكاتبها خلال الفترة الأخيرة مصدر قال للموقع طانجة 7 إن الأمر يتعلق باعتداء النائب الرابع للرئيس عبد العزيز بن عزوز على الموظف هذا ما دخل في مشدت ثم تطور الأمر إلى الضرب والمتبادل لاحقا الموظف وفق نفس المصدر قام بتقديم شكاية ذلك النائب بتهمة الاعتداء في حين تحولت الوقع إلى مادة سخرية وسط المستشارين وفعالية جمعوية محلية شبهت ما يحدث بصراع ديك شكرا للمشاهدة